أعودنا مرة أخرى لستوديو مصر جميلة وبنقول لكم كل سنة وانتوا طيبين في هذا اليوم المبارك هذا اليوم الذي تتنزل فيه رحمة الله سبحانه وتعالى وأيضا ترفع فيه الأعمال ليلة النصف مشعبان هي ليلة فعلا ليلة مباركة كيف نستطيع أن نستثمرها الصيام والصلاة والدعاء رفع الأعمال شيء ليس بليسير أحب أن يرفع عملي وأنا صائم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تتنزل الرحمات وأيضا يشهد الله هذا اليوم وهذه الليلة بعناياته عشان كده احنا بنحتفل النهاردة بليلة النصف مشعبان ومنحتفل بهذا اليوم اليوم يعني معظم المسلمين بيعتزوا به بيشملوا الصيام والدعاء يعني كيف نستطيع أن نستثمره أكيد كل واحد فينا بيحب ده لكن طبعا هرحب بضيفي في أول فقرة المبتهل علي الحسيني أهلا بحراتك أهلا بحراتك أهلا بحراتك أهلا بحراتك أهلا بحراتك تسميرها على قد ما يقدر تمام لأن هي طبعا أيام مباركة ومعدودة يعني الأيام بالذات لا شهر الحرم بالذات هي أيام معدودة والواحد يعني نتكلم بالعامية كده واحد يبقى خسران لو ما استفدش بالأيام دي هتوغتنامها يعني متأكيد يعني وكمان الابتهال يعني بيشفي النفس وبيشفي الروح وفعلا ذكر الله ألب ذكر الله تطمئن القلوب طبعا نعم فطبعا حراتك هتقولي بسريعا إيه المواصفات اللي يجب أن تتوفر لدى المبتهل المواصفات التي يجب أن تتوفر لدى المبتهل أول حاجة طبعا يعني جأمال الصوت وأن يكون عنده لغة عربية جيدة تمام وعنده وعي بالمقامات الموسيقية وحاجة اسمها في الموسيقى الإقاع يعني في الحاجات الجماعية اللي هي الإنشاد طبعا الإنشاد يعني بيعتمد أكثر على الإقاع مع النغة بس يعني طبعا ما أخص نفتعج وده بيختلط على بعض الناس هو الإبتهال أداء حر للنص غير مرتبط بأي نغمة موسيقية ثابتة أو لحن ثابت مثلا أو إقاع أداء حر خالص وبتنقل فيه تنقل حر زي زي ما المبتهل بيبقى شايف الكلام وحاسس به فبيطلع التعبير واللحن اللي هو المزبوط اللي يوصل المعنى للمستمع إنما الإنشاد هو تقليدي أكثر بيبقى قالب موسيقي بنصق بالكلام مع إقاع ثابت برضو بيبقى فيه أداء جماعي زي أداء فردي بس بيبقى كله ملحن ده بالنسبة للإنشاد طب جميع لكن حضرتك النهاردة هتبتهل هنبتدي دلوقتي نبتهل يعني الزكر حلو في هذا اليوم حضرتك نبتهل بإيه هنبتدي بإيه إن شاء الله نبتهل ونقول يا من كل ما نودي أجابه علاق يا من كل ما نودي أجابه ومن بجلاله يمشي السحاب يا من كل ما نودي أجابه وكلم في الدجا موسى بلطف كلابا ثم أنهمه القطابا يا من كل ما نودي أجابه ومن بجلاله يمشي السحاب وكلم في الدجا موسى بلطف من كلاما ثم ألهمه القطابا وكلم في الدجا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميل جدا دي اخر حاج دي احدث حاجة عملناها يعني ان شاء الله بدنا يكرم بالجاي بإذن الله ان شاء الله يعني كمان لو هنتكلم عن الانشاد والابتهال يعني ممكن يكون فيه الشباب اللي بيمتهنوا او بيحاولوا ان هم يتقدموا في هذا المجال بيبقى لهم قدوة مين طبعا احنا عندنا في عالم الابتهال والانشاد رموز طبعا اكيد ورمضاننا هو على الابواب طبعا وانتصف شعبان كلنا بنذكرهم وبنستمتع بأصوت فعرضتك اذكر لي على سبيل المثال مين كان قدوة بالنسبة لك مين استفدت منه ومين اضاف لك اولا يعني يعني في العاصر اللي احنا فيه حاليا التكنولوجيا والسوشال ميديا واليوتيوب والعجال دي كلها يعني سهلت الموضوع ان احنا نسمع ونتعلم كمان يعني انما يعني على وجه الخصوص انا يعني من اكتر الناس اللي اتأثرت بيهم في الابتهال كان الشيخ سيد النخشابان دي ده على وجه شخص يعني رحمه الله انما على وجه العموم انا بسمع الناس العظام القديمة زي الشيخ علي محمود والشيخ كاملوس في البهتيمي والشيخ الفيومي طبعا الناس دي كلها تراثها مال الدنيا طبعا واللي يدور يلاقي كل يوم جديد فده اساس التعلم لكل شاب يعني داخل المهنة دي جديدة وما اكترهم يعني مشاء الله يعني الشباب كتير والناس بتحب الانشاد مشاء الله الحمد لله يعني شايف ان فيه ناس بتقبل على هذا الفن يعني يعني زكرت اسماء يعني علامات في هذا المجال فحبين نسمع لحد منهم حاجة طبعا انت قلت النخشابان دي تي بلسا مش هفرض عليك ما لسه ايله ده الشيخ سيدة يا ايله هنقول حاجة داني طيب حاضر احنا يعني الله مصلا على سيدنا رسول الله يعني اختار حد قولي هقول مثلا احنا ممكن ناخد جزء يعني من يا ايوها المختار الله عليه السلام هناخد جزء ده توشيح هناخد جزء من شكل التوشيح بس كده وبعد كده هنكمل ايه هنكملها بتهال شكرا لكم ايوها المختار من خير ورا خلقا وخالقا بالكمال تواحها يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الوراء خلقاً وخلقاً بالكمال توحداً ماذا أقول لمدحيه والله طهر من سفاح الجيلية أحمد ذو رأبة بالمؤمنين ذو رأبة بالمؤمنين ورحمة سمىك ربك في القرى سمىك ربك في القرى موسيقى 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 سمىك ربك في القرى موسيقى موسيقى طيب تح시는 سلام ومالك علي وسلك موسيقى والها تعالى إنشاء ع الميات جميلة لدي لك كدًى عن السوشيال ميديا وعن استعمال التطبيقات الحديثة في التعلم وفي كده كمان فيه تجديد أكيد وتحديث في الابتهال وأيضا في الانشاد يعني إلى أي مدى يكون هذا التجديد أو التحديث هو التجديد يعني يعني من وجهة نظري أنا كواحد في المجال هو ليس تجديدا أو أن نحن نغير التراث وما تعلمناه يعني من الناس السابقين إنما هو تجديد في أسلوب التقديم يعني دلوقتي طبعا كتير قوي من زميلنا وإخواتنا يعني ما شاء الله ليهم فرق وبيبقى معاهم موسيقى مصاحبة ففي ناس بتدخل مع الموسيقى الشرقية بعض الأسليب الجديدة اللي هي ممكن تجذب الناس وتحس الناس إن الفن ده بيتطور من غير ما احنا نغير في سوابته أو في سوابت الفن دوت اللي احنا تعودنا عليها اللي هو سبب سهل وقانته اللي هو الكلام الكلام وطبعا الطابع المصري اللي احنا تعلمناه طبعا ده طبعا ده يعني صعب إن احنا واستحال إن احنا نغيره إنما ممكن إن احنا نضيف لي بعض اللمسات الحديثة في المزيكة في المزيكة وفي القوالة وفي طريقة التقديم اللي هي ممكن تجذب الشباب للفن ده بدل من يعني يجذب إلى فن تاني أو فن تانية جره هدفة يعني تمام وكمان حررتك ذكرتلي إن هو الفن اللي بيغلب عليه الطبع المصري لكن أيضا دول العربية والإسلامية بفيه بتهلات وإنشاد طبعا لكن ما وجه الشبه يعني هل فيه اختلاف كبير مع باقي الدول العربية مثلا طبعا بقى فيه ثقافات يعني كل دولة وليها ثقافات يعني طبعا لكن في الأخر بيجمعهم قصف ومشترك نفس رسالة نفس رسالة نفس رسالة ونفس يعني نفس هو اعتبر فن واحد بس بقى الورم مختلفة ده يعني ده القصد يعني ده الواحدة عزو الصال إيه الأماكن اللي ممكن يعني يبقى فيها إقبال وبتقدم الابتاهلات والإنشاد هل في المواسم فقط زي ليلة النصر من شعبان وهل فيه أماكن يعني بيرتدها الشباب وبيحبوا يستمع لإقبال الشباب إلى أي مدى هو حضرتك شاب الإقبال الأكبر ما ديك صح الإقبال الأكبر طبعا على منصات السوشيال ميديا آه فعلا آه يعني حتى وممكن فيه بعض الحفلات اللي بتقام في بعض الأماكن ومنها طبعا در الأبرة المصرية فرق الإنشاد الدين في در الأبرة المصرية طبعا لها حفلات كل شهر يميل يعني ما شاء الله بس طبعا هي محتاجة أن هي الناس تشوفها شوي إنما بيقدموا فن راق جدا وحاجة عظيمة أنا شخصيا بحب أروح أسمعها يعني آه إنما السوشيال ميدي دلوقتي أقرب للناس كلها طعيب يعني أنا طبعا آه بقول حضرتك كل سنة وانت طيب وبقول لكل مشاهدين كل سنة وما طيبين إحنا حبين يعني يعني نختم هذه الحلقة وإحنا بنستمع آه لهذا الابتهال آه لكن حنهي حلقتي قبل ما أسمع لحضرتك تاني ونختم بالابتهال الجميل آه يعني كل سنة وانتو طيبين آه آه آآ 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 يعني بالفعل بذكر الله تطمئن القلوب آآ 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 آ� سيدي يا رسول الله وأجمل منك لم ترك الطعين وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقتك ما تشاء قرأنا في الطقى ولسوف يعطي فسر قلوبنا هذا العطاء وأنت لنا على خلقنا